يمكن تحديداً في المتشين الأخرين موضوع مختلف وإحنا بقلنا ثلاث متشين بنلعب 120 دقيقة فالموضوع صعب وحالة من الإنهاك البدني قوية جداً على كل اللاعبين والإصابات والعنف اللي كمان بيتعرضوله شفنا يعني دلوقتي وصلين للإصابات عدد كبير أحمد حجازي، شناوي، أكرم توفيق نتكلم عن عدد من الإصابات مش قليل هنتعامل إزاي مع ده قدام السنغال والله هو لو فيه شيء مطمئن فهو تعامل كيروش مع الموقف خصوصاً في المتش اللي فت أنا الحقيقة ما كنتش متخيل تعامل المورادي كمانا يبقى من بر المتش فيها يعني يعني أنا ما كنتش متخيل إن إحنا في متش الكاميرو هنقدر نصمد أكتر من ساعة كنت حتى قبل المتش بقول إحنا محتاجين لسجل في أول ساعة خصوصاً إنهم ما لعبوش أوقات إضافية بزبط إحنا جايين من ما فيش بياخدوا راحة يوم فيهم 120 دقيقة فما كنتش متخيل إن إحنا هنقدر نقف بدنياً كنت بقول إحنا لو ما سجلناش وبعد الصور كمان اللي شفنا بتاعت وسائل الاستشفاء الموضوع يعني الحقيقة صحب لو ما سجلناش أول ساعة كنا حنواجه صعوبة لكن فجأت الحقيقة إن إحنا في 120 دقيقة بدنياً كنا وقفين على رجلينا بشكل كويس تغييراته هو كانت منتازة حتى في الوجوه الجديدة اللي دفع بيها فقدر يحافظ على يعني نازل فريشليجز فاللعيبة كانت فايقة جداً في الملعب لحد آخر وقت إحنا قادرين نقف على رجلينا بدنياً يمكن منتخب الكاميرون في الأشواط الإضافية ظهر عليه التعب أكتر مننا ودي حاجة كانت مطمئنة معرفش ده حيقدروا يستمروا به في المباراة الجاية ولا لكن في اللي إحنا شفناه في حاجات كتير تدعو إن إحنا نكون شوية متطمئنين ترجمة نانسي قنقر